بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الاستاتيكا النهاردة موضوع درسنا مركز السقل ويعرف مركز السقل لجسم متماسك الجسم المتماسك أنت هتسمعه كتير بأنه جسم جاسئ الجسم الجاسئ هو الجسم المتماسك ويعرف مركز السقل على أنه النقطة التي يمر بها وزن الجسم أو خط عمل وزن الجسم وأحيانا بنعرف أنه النقطة دي بتتجمع فيها كتلة الجسم كله في النقطة دي عشان كده بنسميها مركز السقل بنلنا طريقة في حساب مركز السقل بنعمله جدول وبنزبط الكتل وبنزبط إحداثي الوحدات اللي احنا بنجيبها فبيجيب لنا بقى سين ميم بتساوي كاف واحد سين واحد زائد كاف اتنين سين اتنين زائد كاف نون سين نون على مجموع الكتل كاف واحد زائد كاف اتنين زائد كاف تلاتة هتشوفوها واحنا بنحل الأمثلة وكذلك صاد ميم صاد ميم هي عبارة عن كاف واحد صاد واحد زائد كاف اتنين صاد اتنين زائد كاف تلاتة صاد تلاتة وهكذا على مجموع الكتل اللي هي كاف واحد زائد كاف اتنين زائد كاف تلاتة إلى كاف نون عندنا مجموعة ملاحظات للأجسام المنتظمة عندنا مجموعة ملاحظات منها مثلا مركز ثقل القضيب المنتظم يقع في منتصفه وده الوزن انت عارف طبعا ان الوزن بيبقى بيقع في المنتصف عندنا ايضا مركز ثقل كتلتين تفصل بينهم مسافة المركز ثقل كتلتين تفصل بينهم مسافة برضو هيبقى يقع بمسافة عكسية او بنسبة عكسية بين الكتلتين عندك كمان مركز ثقل الشكل الصفيحة اللي على شكل مسلس الصفيحة اللي على شكل مسلس بتبقى في نقطة طلاقي المتوسطات المسلس وبنقدر نجيبها بان احنا بنقوله سين واحد زائد سين اتنين زائد سين تلاتة على تلاتة وصاد واحد زائد صاد اتنين زائد صاد تلاتة على تلاتة نقدر كمان ناخد بعض الاشكال المنتظمة المعروفة زي المربع وزي المعين وزي المستطيل وزي متوازل أضلاع مركز استقل فيها عند نقطة تقاطع القطرين كل من المربع والمعين والمستطيل ومتوازل أضلاع المركز بتاعهم هو المركز الهندسي للشكل وهو نقطة تقاطع القطرين عندي نقطة تقاطع متوسط المسلس مهما كان المسلس لو حتى مسلس متساوي الأضلاع أو مسلس متساوي السقين أو حتى مسلس عادي مختلف الأضلع بتبقى مركز السقل بتاعته عند نقطة طلاق المتوسطة المسلس وإحنا قلنا أن نقطة طلاق المتوسطة المسلس دي بنجيبها بالإحداثيات سين واحد زائد سين اثنين زائد سين ثلاثة على ثلاثة دا الإحداث السيني وصد واحد زائد صد اثنين زائد صد ثلاثة على ثلاثة دا الإحداث الصدي كذلك لو أنا عندي قضيب منتظم وإحنا قلنا الحكاية دي بيبقى مركز صقله في المنتصف ولو عندي دايرة يبقى مركز صقالها في مركز الدائرة هنتكلم في نقطة مهمة وهنثبتها بعد كده انه يمكن توزيع الوزن الكتلة على رؤوس المسلس المسلس المنتظم ممكن لو وزنه تلاتة كاف ممكن اوزع على رؤوس المسلس كل واحد منهم كاف وهنثبت الكلام ده ان شاء الله مع بعض واحنا بنحل المسائل ناخد اول تمرين ناخد اول تمرين بيقول جسمين كتلة كل منهما اتنين نيوتن واربع نيوتن والمسافة بينهما تلاتة متر اوجد مركز صقل الجسمين يبقى الاول كده نفصل ونرسم الجسمين اهو ادي الف ادي به الجسم الاولاني كتلته اتنين الجسم الجسم التاني كتلته اربعة وطبعا فيه محصلة هنا نقطة تأثير المحصلة هو مركز الصقل انا هسميها نقطة مثلا مين وهقوله ان المسافة بيننا تلاتة متر فلو كانت دي سين هتبقى دي تلاتة ناقص كام سين وانت عارف طبعا من قوانين القوى المتوازية المستوية ان اربعة في تلاتة ناقص سين بتساوي اتنين في سين القوة في بعدها عن المحصلة بتساوي القوة التانية في بعدها عن المحصلة يبقى نقوله اربعة في تلاتة في اتناشر ناقص اربعة سين بتساوي اتنين سين وودي الاربعة سين الناحية التالية يبقى الاثناشر بتساوي ستة سين بالاسم على ستة هنا وعلى ستة هنا اذا سين هتساوي اتنين اي ان مركز سقل المجموعة يبعد اتنين عن الف طب انا ما قلتش ليه به نطرح الاثنين ديت ونقوله يبقى يبعد واحد عن به المركز السقل بتقوله باي شكل ولو هو طلب منك مكان معين فبتقوله ده بيبعد اتنين عن الف يا مستر بس انا عايزك تطبق الكلام ده بالقانون اللي انت قلت عليه نقوله ماشي تعال نحلها تاني كحل اخر ونقوله انا هعتبر الف دي هي نقطة الاصل احداثيها صفر وصفر واعتبر به ديت ثلاثة وصفر لانها المسافة ببين الف الى به ثلاثة بعد كده بقوله عند الف في كتلة قدرها اتنين عندي به في كتلة قدرها كام اربعة وتعالى نجرب الجدول اللي احنا عملناه الجدول بيقول انك بتعمل جدول كده اهو زي ما انت شايف هنا بنعمل الموضع نقوله صفر وصفر طب احداثي به نقوله تلاتة وصفر طب تعالى نجيب سين ميم سين ميم بتضرب الكتلة في الاحداثي يعني اتنين في صفر زائد الكتلة في الاحداثي يعني اربعة في تلاتة على مجموع الكتل ستة يبقى اتنين في صفر في صفر اربعة في تلاتة في اتناشر يعني هتطلع اتناشر على ستة فيها الكام لاتنين طب نجيب صد ميم صد ميم كلها صفر يا مستر هضرب صفر في اتنين بصفر وصفر باربعة بصفر وهقسمهم على ستة فهتطلع بكام صفر اذا مركز ثقة للمجموعة هيطلع اتنين وصفر يعني انا علمتك دلوقتي طريقتين خصوصا لما يبقى كتلتين تفصل بينهم مسافة ممكن اعملها عن طريق القوى المتوازية وممكن اعملها عن طريق الجدول انا بعمل لك طريقة الجدول ليه عشان تبقى انت فاهمها من اول مسألة احنا اخدناها وايه ناخد مسألة كمان المسألة بتقول الف به قضيب منتظم طوله تسعين سنتي وكتلته خمسة كيلو جرام جيم ودال نقطة تسليسه من ناحية الطرف الف وضعت من ناحية الطرف الف كتل مقاديرها واحد واثنين وثلاثة واربعة ثقل كيلو جرام عند النقط الف وده وجيم ودال على الترتيب عين مركز ثقة للمجموعة طبعا دي عاملة زي القوى المتوازية انت لو جبت المحصلة بتاعت الجسم ده وعرفت نقطة تأثيرها نقطة تأثير المحصلة هيبقى هو مركز الثقل ممكن يا استاذ نعملها بالجدول وبرضو ممكن نحلها بالجدول وانا برضو هحلها لك بالطريقتين عشان اقول لك ان دي بتتحلي كده ودي بتتحلي كده تعال معايا كده الاول نشوف المحصلة بتساوي كامل المحصلة بتساوي واحد زائد تلاتة زائد خمسة زائد اربعة زائد اتنين الواحد والتلاتة والاربعة والخمسة دول الكتل الموضوعة والخمسة ده وزن القديم المنتظم يبقى المحصلة لما هنجمحها يطلع كامل خمسةاشر سقل كيلو جرام طبعا كلمة عند نقطة تسليسه دي معناها ان هو طوله تسعين خدت تلاتين من هنا وقلت جيم وخدت تلاتين من هنا وقلت ده لو بعدين خدت تلاتين من هنا يبقى قسمته سلاس اجزاء هي دي معنى كلمة تسليسه بعد كده بنقوله انه علشان اجيب المحصلة او نقطة تأثير المحصلة انا بفترض ان المحصلة هنا قدرها خمسةاشر وتبعد قدر سين عن الف وبعدين نقوله ايه بقى نقوله العزوم القوة حول الف بيساوي عزم المحصلة حول الف يبقى عزم القوة حول الف يساوي عزم المحصلة حول الف طب يلا نقوله يبقى تلاتة في المسافة هنا كام تلاتين زائد خمسة في خمسة واربعين زائد اربعة فيه كام المسافة بين الاربعة والف ستين زائد اتنين القوة اتنين المسافة كام تسعين دول كده عزم القوة طب عزم المحصلة المحصلة قدرها كام خمستاشر تبعد قد ايه تبعد سين اجمعلي كل القوة دي يبقى تلاتة في تلاتين بتسعين وخمسة في خمسة واربين بنتين خمسة وعشرين المجموع كله هيطلع سبعمية خمسة وكام وثلاثين بتساوي 15 سين بالإسم على 15 هنا بالإسم على 15 هنا إذن سين هتساوي تسعة وكام واربعين إذن مركز ثقة لهم المجموعة بيساوي تسعة واربعين وما تسكتش وتقوله من ناحية ألف لو عايز من ناحية به تقوله بتساوي واحد واربعين لإن تسعة واربعين وواحد واربعين بيساوي تسعين. يبقى لابد انك انت تكون محدد الاجابة في المسألة. نقول له مركز ثقل المجموعة. مركز ثقل المجموعة بيساوي تسعة واربعين من الف. يبقى انا كده وصفت مركز الثقل بالزبط بحيث لو انت عايزه تعرف تجيبه هنيجي عند الف ونقيس خمسة واربعين او تسعة واربعين ونقول له هو ده مركز الثقل اللي قال عليه الاستاذ. طيب نشوف مسألة كمان. المسألة بتقول الف بهجيم مسلس متساوي الاضلاع طول ضلع اتناشر سمتي. وضعت الكتل تلاتة واربعة وخمسة عند رؤوسه. الف وبه وجيم. عين مركز الثقل. يبقى انا عندي مسلس اول حاجة بعملها? ان انا بختار نقطة الايه الاحداثيات. فانا اخترت به انت ممكن تختار جيم انت ممكن تختار النقطة دال. لكن كلنا بنختار لو هو ما قاليش بالزبط بحدد فين? انا بختار اي حاجة واحنا كلنا بنقف عند نقطة ثابتة. صحيح بنختلف في الناتج انما النقطة بتبقى ثابتة عند كل الايه الاحداثيات انا اخترت به نقطة الاحداثيات فاخدت ده المحور السيني واخدت ده المحور الصادي وقلت له نقطة به ده صفر وصفر وطبعا هو مسلس متساول اضلاع لو مشيت كده همشي 12 يبقى النقطة ده 12 وايه وصفر ولو مشيت لغاية النص كده يبقى مشيت 6 وهطلع لفوق طيب يطار الطول ده قد ايه نقول له خلي بالك دي 30 دي 30 دي 60 دي 6 مسلس 30 دي 60 لو ده 6 يبقى ده 6 جزر 3 انت لازم تبقى شاطر بقى في الحاجات الصغيرة دي لانها هي اللي بتخليك لان احنا قلنا اول حاجة بنعملها بنحدد نقطة الاحداثيات تاني حاجة بنجيب احداثيات كل الرؤوس تالت حاجة بنقسب مركز السقل يبقى بنجيبنا احداثي مركز الف عبارة عن 6 و 6 جزر 3 ده صفر وصفر جيم 3 و 3 بعد ما انا جبت كده ابدأ اعمل بقى الايه الجدول الجدول عبارة عن 4 خنات ادي خانة 2 3 4 الخانة الاولى بتاعت ايه استاذ نقول له بتاعت الحروف اللي انت اقولها بنقول له الموضع انت عايز مين اقول له الموضع الف اهو الف وبعدين به وبعدين جيم ايب انا بتكلم هنا عن الف اهي وبعدين به وبعدين جيم طيب الكتل كتلة الف بكام كتلة الف يا مصدر بتلاتة كتلة به بكام باربعة كتلة جيم بكام بخمسة طيب الاحداثيات احداثي الف بص كده بقى معايا مش 6 وطلع 6 جزر 3 يبقى 6 و 6 جزر 3 احداثي به صفر و صفر احداثي جيم 12 و صفر كده انت عملت ايه واحد انا عينت نقطة الاصل وعملت احداثيات اتنين جبت احداثيات الالف والبه والجيم تلاتة عملت ايه الجدول تعال بقى نعمل سين ميم ايه سين ميم دي نقول له الاحداثي بتاع مركز السقل سين ميم احداثي السيني بتاع مركز السقل بجيبه ازاي استاذ نقول له بنضرب الكتلة بتاعت السين الاحداث بتاع السين في كتلته يبقى ستة في تلاتة زائد صفر في اربعة زائد اتناشر في خمسة على مجموع الكتل تلاتة واربعة سبعة وخمسة يبقى كام اتناشر الناتج هيطلع عبارة عن ستين زائد تمنتاشر على اتناشر تلاتة في ستة بتمنتاشر ده بصفر اتناشر في خمسة بستين في الاخر هتطلع بستة وكام ونص طب ده انا كده جبت الاحداث السين عايزة اجيب الاحداث الصاد نقول له تعالا معايا اهو الاحداث الصاد هنجيبه ازاي استاذ نقول له هنضرب الاحداث في الكتلة احداث الصاد ستة جزر تلاتة هضربها في تلاتة طب ودي صفر نقول له زائد صفر في اربعة طب ودي صفر يا استاذ نقول له صفر في خمسة على تحت هنا دايماً بيبقى مجموع الكتل اتناشر طبعا ده بصفر وده بصفر وهنا ستة في تلاتة في تمنتاشر يعني دي تمنتاشر جزر تلاتة على اتناشر هتطلع بتساوي واحد ونص جزر تلاتة وبالمنظر ده يبقى مركز الثقل ستة ونص وواحد ونص جزر ايه تلاتة عملية سهلة خالص وبسيطة جدا واحنا بمشي معاك امثلة الاول بسيطة بندربك ازاي بنعرف نحل مسألة مركز الثقل اولا بنحط كتل والكتل عند الرؤوس فاحنا اخترنا نقطة الاصل اللي هي به وبعدين عملنا عليها احداثيات وبعدين بدأنا نجيب احداثي كل نقطة احداثي به احداثي احداثي جيب لازم تبقى شاطر شوية في الهندسة وبعد كده عملنا الجدول الجدول مكون من اربع خنات خانة للموضع يعني بكلمك على الموضع الف بكلمك على الموضع به بكلمك على الموضع جيم بعد كده خانة للكتل الكتل كل الالف فيها كم كتلة نقول له تلاتة به كتلتها كام اربعة جيم كتلتها كام خمسة بعد كده بدور عن احداثيات السين وبعدين الصادر احداثي الف بكتب هنا السين واكتب هنا الصاد احداثي به بكتب هنا السين واكتب هنا الصاد احداثي جيم بكتب هنا السين واكتب هنا الصاد عايز تجيب سين ميم آه تعال اضرب بقى السينات كلها دي كلها فين في الكتل ستة في ثلاثة صفر في اربعة اتناشر في خمسة على مجموع الكتل عايز تجيب صاد ميم يبقى نقوله ستة جزر ثلاثة في ثلاثة صفر في اربعة صفر في خمسة على مجموع الكتل تقدر تجيب مركز السقل تعال نشوف مسألة كمان المسألة بتقول اثبت ان مركز سقل صفيحة منتظمة على شكل مسلس ينطبق على مركز سقل ثلاث كتل متساوية موضوع عند رؤوس المسلس هي دي الكلمة اللي انا قلتلك عليها انت ممكن توزع كتلة الصفيحة على الرؤوس وممكن توزع كتل الرؤوس على الصفيحة يعني تعمل الحاجة وعكسها لكن تعال المرة دي هو مسألة اثبت والاثبت دي بنقوله فيها ايه انا عايز اثبت ان كتلة الصفيحة مركزها هو نفس كتل لو انا وزعت كتلة الصفيحة على الرؤوس يطلع هو نفس المركز فتعال الاول نجيب لك مركز كتلة الصفيحة لو هي كتلتها مثلا تلاتة كاف يعني نقول له نفرض ان كتلة الصفيحة تلاتة كاف تلاتة كاف طب يا ترى هيكون المركز فين مركزها اهو قبل ما نشتغل المركز هيبقى عنده نقطة طلاقي المتوسطات طب وانا اجيبه ازاي ده يستاذ ممكن اجيبه ان انا اجمع التلاتة واقسمهم على تلاتة وممكن اقول له انا فارد طول الضلع هنا على تلاتة جزر تلاتة واحد يقول لا استاذ انا عايز اجمعها واشوفها بالجمع سين واحد زائد سين اتنين زائد سين تلاتة نقول له طب يلا نجمع مع بعض صفر واثنين لام ولام تلاتة لام هقسمهم على تلاتة يطلع لام طب اجمع معايا التانية صفر وصفر ولم جزر تلاتة بلم جزر تلاتة واقسمها على تلاتة هتبقى لام جزر تلاتة على كام على تلاتة ده مركز صقل الصفيحة وهي كتلتها تلاتة كاف هنجي احنا بقى نعمل ايه هنحط الكتلة دي هنوزحها هنحط هنا كاف ونحط هنا كاف ونحط هنا كاف ونقوله الصفيحة بقى ما قاش لقى وزن والكتلة بتاعتها توزعت عنده الرؤوس يا تارى مركزها يبقى ايه المسألة بيقوله اثبت ان مركز ثقة للصفيحة هو بيساوي مركز ثقة للكتل المتساوية المتوزع على الرؤوس دي تعال نشوف الكلام ده هيحصل ازاي هنعمل طبعا الجدول اللي انا قلتلك عليه مكون من اربع خانات خانة عشان احدد الموضع اللي انا بشتغل به وخانة للكتل وخانة للسين وخانة للصاط انا عندي تلات مواضع انا حطيت هنا الموضع اهو انا عندي الموضع الف وعندي الموضع به وعندي الموضع جيد وبعدين هقوله الكتل يبقى ده كاف وده كاف وده كاف دول ايه دولو اساس نقوله كتلة الصفيحة 3 كاف انا وزعتها بالتساوي على رؤوس المسلس هل يصح نقول له المثال هيبين لنا يصح ولا ما يصحش نيجي نقول له ادي سين و ادي صارت احداثي الف احنا واخدين الف هي مركز نقطة الاصل وحطينا الاحداث السيني هنا وحطينا الاحداث الصدي هنا احداثي الف صفر و صفر احداثي به طول ضلع المسلس اتنين لام فانت هتمشي اتنين لام وتقف يبقى اتنين لام و صفر احداثي جيم هتمشي نص المسافة يعني هتمشي لام وتطلع الطول ده كله خلي بالك الطول ده عمودي لان المسلس متساوي الاضلاع الطول ده اسمه لام جزر ثلاثة لان المسلس تلاتيني ستيني زي ما فكرتك و ده لام هيبقى ده لام جزر ثلاثة و ده اتنين ايه لام يبقى احداثيه كام لام و لام جزر ايه ثلاثة عايزين نجيب سين ميم يا مستر نقول له تعالى نجيب سين ميم بنجيبها ازاي نقول له نضرب الاحداثي في الكتلة صفر في كام بصفر مش هنقوله اتنين لام في كاف باتنين لام كاف زائد لام في كاف بلام كاف على مجموع الكتل تلاتة كاف نجمع دول يطلعوا تلاتة لام كاف و نقسمهم على تلاتة كاف يطلع الناتج لام طب عايزين نجيب صاد ميم يا مستر نقوله صاد ميم هتضرب صفر في كاف بصفر صفر في كاف بصفر لام جزر تلاتة في كاف على تلاتة eingeلكاف رحت مع الكاف فهيطلع الناتج لام جزر تلاتة على تلاتة الله ده مركز الصقل لما حطينا الرؤوس كل واحدة فيهم كاف طلعت لام ولام جزر تلاتة على ايه تلاتة هو نفسه مركز الصقل الصفيحة اللي كتلتها تلاتة كاف. ده معناه ان احنا لو وزعنا كتل الصفيحة بالتساوي على الرؤوس ما يختلش مركز الصقل. ما يختلفش مركز الصقل. مركز الصقل لو وزناه على مركز الصقل الصفيحة وزعناه بالتساوي على الرؤوس يبقى هو هو نفس المركز. طب لو عملنا العكس يا استاذ. عندنا على الرؤوس كتل متساوية وحطناها على الصفيحة. برضو نقطة مركز الصقل ما تختلفش سواء وزعت الكتلة بتاعت الصفيحة على الرؤوس او اخدت الكتل المتساوية حطتها في مركز الصفيحة يبقى الاثنين متساويين ومركز الصقل لا يختلف ناخد مسألة كمان المسألة بتقول ايه صفيحة رقيقة منتظمة كتلتها ثلاثة كيلو جرام على هيئة مسلس الف به جيم ادي الف ادي به ادي جيم الذي فيه الف به يساوي الف جيم يعني المسلس متساوي الايه الصاقين وبه جيم بيساوي ستة وبيساوي في نفس الوقت ارتفاع المسلس يعني به جيم بستة والارتفاع بكام بستة سبتت الكتل تلاتة واثنين واربعة وتلاتة واربعة عند النقط الف وبه وجيم ودال سبتت النقط دي عند النقط ايه الف وبه وجيم ودال على الترتيب حيث دال دي منتصف الف به عين مركز ثقة للمجموعة واسبت انه يبعد عن جيم مسافة قدرها اربعة سنتين واذا علقت الصفيحة من جيم تعليقا حرا اوجد وضع الاتزان وقياس زاوية ميل كل من جيم به وجيم الف مع الرأسي حيث دال منتصف الف به اول ما قال لي انه يبعد عن جيم مسافة اربعة سنتي وقال لي كمان علقت الصفيحة من جيم انا اخترت جيم اللي هي هتبقى نقطة الاصل فرحت واحد جيم هنا كده وعامل الاحداث السيني هنا وعامل الاحداث الصدي هنا يبقى انا من خلال المسألة بقدر اختار النقطة اللي اعتبرها نقطة الاصل واخد منها المحاور طيب اعتبرت دي نقطة الاصل وانت قلت لي ان به جيم بستة يبقى نقطة به احداثيها ستة وصفر ولو في المنتصف هنا كده يبقى ده تلاتة وهطلع ستة انت قلت لي الارتفاع كمان بستة يبقى احداثي الف تلاتة وستة طب يا مستر ودال دي اعملها ازاي نقول له ودال دي هتنزل من هنا عمود من المنتصف يبقى هينصف هنا الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مسلس بيوازي الضلع الاخر وينصف الضلع المقابل يبقى دي بقت واحد وكام ونص ودي واحد ونص اه يبقى انا لو حسبت من جيم هتبقى ثلاثة وواحد ونص تبقى اربعة ونص يا مستر كلام سليم طب والمسافة دي قد ايه نقول له دي قطعة مستقيمة واصلة من منتصفين في العنف المسلس بتوازي الضلع التالت وتساوي نص طوله ده ستة يبقى ده تلاتة يبقى اكيد بقى دال دي احداثيها اربعة ونص وكام وثلاتة كلام جميل طب يا مستر ده كتلة المسلس نفسه تلاتة مش ممكن نوزعه على الرؤوس ويبقى احنا كده لغينا المسلس نقول له ممكن يبقى رؤوس المسلس مش دال هوزع على جيم هوزع على الف هوزع على ايه به تعال كده معايا بقى هنرسم الجدول اللي احنا اتفقنا عليه اهو اربع خانات زي ما قلتلك اهم وقلتلك ان احنا ايه احنا هنلغي المسلس يبقى انا هقض المواضع اللي اربعة بس اللي قال لي عليهم في ان دول اربعة دول يا استاذ اقول له الف الموضع الف وده وجيم ودال طب والكتال بص خد بالك بقى معايا الف بتلاتة هحط لها واحد من المسلس يبقى اربعة به بتنين هحط لها واحد يبقى تلاتة المسلس كان تلاتة كاف يبقى ده اربعة كاف وده كا تلاتة كاف ها جيم كان تلاتة كاف يبقى اربعة كاف دال مش رأس من الرؤوس تبقى اربعة زي ما هي سواء احنا بقى حطناها كاف او ما حطناهاش مش مشكلة يعني اربعة كيلو جرام عندك بقى هنا ايه الايه السين والصات تعالى ندور على احداثي الف احنا جبنا كل عاجة قبل ما نشتغل قبل ما تشتغل لازم تحدد نقطة الاصل قبل ما تشتغل لازم تجيب احداثي كل النقطة اللي انت هتحتاجها الف جبتها بكام تلو جبتها بتلاتة في السين وستة في الصات طيب وبيه جبتها بكام تلو ستة في السين وصفر في الصات طيب والف اه وجيم صفر وصفر طيب ودال نقول له اربعة ونص وثلاتة كده احنا قدرنا نجيب الايه الجدوى اللي عملناه مضبوط بالزبط تعالى بقى نجيب سين ميم اللي هو الاحداثي السيني بتاع مركز الصقل سين ميم يعني الاحداثي السيني بتاع مركز الصقل بيسوي كام زي ما علمتك بقى هنضرب الاحداثي في الكتلة فهنقول له اربعة في تلاتة زائد ستة في تلاتة زائد اربعة في صفر زائد اربعة ونص في اربعة على مجموع الكتل كلهم هيبقوا خمستاشر نحسب الكلام ده هيطلع الناتج تلاتة واثنين ايه من عشر طيب نجيب صاد ميم نضرب بقى الكتلة في الاحداثي ستة صاد في اربعة زائد تلاتة في اربعة على مجموع الكتل خمستاشر هيطلع الناتج اه عبارة عن اتنين واربعة ايه من عشر خلي بالك بقى يعني ايه تعليق حر تعليق حر يعني انا بعلق من نقطة النقطة دي بتمر بوزن الجسم وفي نفس الوقت لازم تمر بمركز صقل ايه الصفيحة يبقى الخط الواصل بين النقطة المعلقة ومركز الصقل والوزن هو خط واحد بنسميه الخط الرأسي انت ممكن في المسألة ما تشوفوش رأسي لكن هو فعلا خط رأسي لانه ده الوزن والوزن بينزي الى ايه الى اسفل تعالوا نشوف الحكاية دي هنا في المسألة احنا عملنا كده وعملنا كده وقلنا المسلس بالمنظر ده اهو بالمنظر ده وسمينا دي جيم وسمينا دي الف وسمينا دي به وقلنا انه مركز صقل الصفيحة هيبقى يبعد ثلاثة واثنين من عشرة واثنين واربعة من عشرة يعني تقريبا هنا ثلاثة واثنين من عشرة اهيه وهنا اثنين واربعة من عشرة اهيه وانا هوصل كده لو وصلت نقطة التعليق بمركز الصقل وعملت كده يبقى هو ده خط عمل الوزن وفي نفس الوقت هو ده الرأسي اللي انا بكلمك عليه الراجل عايز حكتين الراجل عايز زاوية ميل الرأسي ده على بهجيم وعلى الف جيم يعني انا هسمي الزاوية دي هي وهسمي الزاوية دي ايه ايه طيب نبدأ بس الاول نقول له ايه اه نجيب له زا هي بتساوي صاد ميم على سين ميم صاد ميم يعني الاحداث الصادي لمركز الصقل سين ميم يعني الاحداث الصيني لمركز الصقل فهتطلع بتساوي اتنين واربعة من عشرة على اه اه تلاتة وستة من ايه من عشرة ونحسبها بالقالة عشان نجيب الزاوية يبقى شفت اهي شفت تان كسر اتنين واربعة من عشرة على تلاتة وستة من عشرة ونقفل القوس ويساوي فتطلع الزاوية قياس زاوية هي هتساوي تلاتة وتلاتين واحد واربعين اربعة وعشرين درجة دقيقة ثواني طيب يا مصدر الزاوية التانية دي اجيبها ازاي نقول له خلي بالك احنا احنا عندنا هنا خد بالك بس معاي احنا عندنا هنا زاوية جيم كلها اقدر اجيب التان بتاعتها المقابل على المجاور بعد ما اجيبها هترحم من زاوية هي تديني زاوية هي نقول له زاوية جيم عبارة عن المقابل ستة والمجاور تلاتة فهتطلع اتنين فهنقول له ايه شفت تان اتنين فهتطلع بتساوي قياس زاوية جيم بتساوي تلاتة وستين ستة وعشرين خمسة درجة دقيقة ثواني بس انا عايز زاوية ميل الرأسي على الف جيم نقول له اذا قياس زاوية يه بتساوي تلاتة وستين ستة وعشرين خمسة ناقص زاوية هي اللي هي تلاتة وثلاتين واحد واربعين اربعة وعشرين درجة دقيقة ايه ثواني وبالمنظر ده نقدر نجيب زاوية يه اللي هي زاوية ميل الرأسي على الف جيم تلاتة وستين كمى ستة وعشرين كمى خمسة كمى ناقص تلاتة وثلاتين كمى واحد واربعين وبعدين اربعة وعشرين يساوي تطلع الناتج عبارة عن تسعة وعشرين اربعة واربعين واحد واربعين درجة دقيقة سواني كده انت جبت مركز الثقل بتاع المجموعة اللي طلع تلاتة وستة من عشر واثنين واربعة من عشر ورجعت بعد كده جبت زاوية ميل الرأسي على بهجيم اللي هو هيبقى الاحداث الصادي لمركز الثقل على الاحداث السين وبعد كده رح اقيل لك انا عايز كمان زاوية ميل الرأسي على الف جيم فانت رح تجبت له زاوية جيم نفسها زاوية جيم دي اجيبها ازاي يا استاذ نقول له خلي بالك ده تلاتة ده ستة اقدر اجيب زاوية جيم المقابل على الوطر اقدر اجيب زاوية جيم بعد ما جبت زاوية جيم وانت اصلا جايب زاوية هيه نطرحهم من بعض نطلع نجيب زاوية يه ايه زاوية يه دي يا مصدر زاوية يه هي زاوية ميل الرأسي على الف ايه على الف جيم وبالمنظر ده احنا جبنا كل المطلوب اللي عايزوا من المسألة تعالوا نشوف مسألة كمان الف به جيم دال مربع طول دلعه 80 سنتي وضعت كتل مقاديرها 10 و 20 و 30 عند الرؤوس الف وبه وجيم على الترتيب ثم وضعت كتلة اخرى مقدرها 40 عند الف منتصف جيم دال عين مركز ثقة للمجموعة اعمل ايه مصدر نقوله اول حاجة نختار نقطة نعملها نقطة اصل ايه رأيك لو اخترناها جيم واحد تاني اختارها بيه مفيش مانع بس لو هو قال لي خز مثلا به هي مقطة الاصل او قال لي انا عايز بعدها عن به جيم وعن جيم دال يبقى لابد ان انا اختار زي ما هو قال احنا اخترنا جيم نقطة ايه الاصل وعملنا احداث سيني هنا وعملنا احداث صدي هنا ورسمنا المربع اللي طول ضلعه تمانين خلي بالك الاطوال دي مهمة لان بوجد بيها الاحداثيات اول خطوة بعمل ايه بختار نقطة الاصل تاني خطوة بعمل ايه بجيب احداثي الرؤوس اللي موضوع عليها الكتل فعنا عندي هنا جيم موضوع عليها كتلة تلاتة خلاص دي احداثيها صفر وصفر عندي به موضوع عليها كتلة كام تلاتين دي عشرين طب دي مشي التمانين يا مصدر نقول له يبقى ثمانين وصفر طب وهنا هتمشي ثمانين وتطلع ثمانين يبقى دي ثمانين وتمانين الكتلة فيها كام عشرة طب وهنا هتمشي صفر وتطلع ثمانين دي دال بس مش محتوط عليها كتل هنا بقى مشى نص المسافة يبقى صفر وكام واربعين يبقى احنا كده اول خطوة اخترنا نقطة تقاطع نقطة الاصل وعملنا عليها الاحداثيات السينية والصادية بعد كده حطينا طلعنا الاحداثيات بتاعت كل نقطة وبعد كده هنبدأ نعمل الايه الجدول هنعمل الجدول زي ما قلتلك اربع خنات اهم قدامك خانة عشان احدد فيها الموضع وخانة عشان اعرف فيها الكتلة وخانة للاحداث السيني وخانة للاحداثي الصاد انا عندي الف وعندي به وعندي جيم وهو قال لي كمان في نقطة اسمها هي يبقى الموضع ايه نقول له الموضع عند الف وعندي به وعندي جيم وعندي هي طب والكتل نقول له عند الف بعشرة عندي به بايه بعشرين عندي جيم بتلاتين وعندي هي باربعين طيب يلا نجيب احداثي واحدة واحدة احداثي الالف كام نقول له احداثي الالف تمانين وتمانين طب واحداثي البيه احداثي البيه اهو قدامك تمانين وصفر طب واحداثي الجيم صفر وصفر طب واحداثي لهيه نقول له صفر واربعين يبقى احنا كده عملنا كم خطوة تلات خطوات يا مستر الخطوة الاولى عيننا نقطة الاصل والاحداثيين بتوحهم الخطوة التانية جبنا احداثي كل رؤوس المسلس المربع والنقط اللي عليها الكتل الخطوة التالتة نعمل الجدوى المصبوط نحدد الموضع نحدد الكتلة نجيب احداثي كل نقطة نحطها رأسي بقى ما نحطهاش افر اخر خطوة هنعملها نقول له هجيب لك سين ميم وهجيب لك صاد ميم تعالى نجيب سين ميم سين ميم عبارة عن ايه سين ميم عبارة عن انا بضرب الاحداثي في الكتلة يبقى تمانين في عشرة زائد تمانين في عشرين وهنا صفر في تلاتين وهنا صفر في اربعين مش بنكتبهم ومجموع الكتل كلها هتبقى بتساوي مية تلاتين واربعين سبعين وعشر وعشرين تلاتين سبعين وتلاتين يبقوا مية تحسبهم بالقالة يطلع الناتج اربعة وكام وعشرين طب عايزين نجيب صاد ميم يا مستر نقول له نفس الطريقة تعالى نجيبها ها هنعمل ايه نقول له نضرب احداثي صاد في الكتلة يبقى تمانين فين فعشرة صفر في عشرين ملهاش لازمة صفر في تلاتين مش هنجتبقى زائد اربعين في اربعين على مجموع الكتل اللي هي كام مية هتحسبها تطلع برضو صاد ميم باربعة وعشرين يبقى مركز السقل مركز السقل بتاع المجموعة دي اربعة وعشرين واربعة وعشرين لو علقتوا تعليق حر الزاوية زاوية ميلها على بهجيم هتطلع الظل بتاعها هيطلع بايه بواحد لانه هتقسم صاد ميم على سين ميم هيطلع فيها الواحد وتبقى الزاوية خمسة وكام واربعين مش بس على بهجيم لانه الزاوية دي تسعين لما تبقى الزاوية هنا خمسة واربعين يبقى كمان على جيم دال بخمسة وكام واربعين التعليق الحر هو خط رأسي يمر بنقطة التعليق ويمر بمركز السقل وهو عبارة عن خط عمل وزن الجسم تعالى نشوف مسألة كمان وضعت أسقال مقديرها خمسين واربعين وستين وسبعين وعشرين وسبعين وثلاثين سقل جرام عند الرؤوس المتتالية للمسدس المنتظم ما قالكش فين بس لازم تحطها بشكل متتالي يعني ما قالكش الخمسين في ألف لا أنا حطيت خمسين هنا أمشي بالتتالي كده أو أمشي بالتتالي كده أقوله خمسين بعدها أربعين بعدها ستين بعدها عشرين بعدها سبعين بعدها تلاتين لو واحد مش الناحية التانية مش هيجرى حاجة علما بأنه ما قالش الخمسين عند ألف ولا قال الاربعين عند ده ولا قال حاجة بس هو شرط شرط واحد بس إنها لازم تبقى متتالية فالتتالي ممكن يبقى مع اتجاه عقرب الساعة أو ضد اتجاه عقرب الساعة وبعدين قال له إثبت أن مركز ثقل المجموعة يقع في المركز الهندسي للشكل السوداسي طب هو فين مركز الهندسي عنده نقطة تقاطع قطرية يعني هنا أنا روح تيماسك نقطة تقاطع قطرية دي وروح تعامل عندها الإحداثيات وقلت له قبل ما نشتغل مركز ثقل الشكل السوداسي عبارة عن صفر وصفر هل يطرى الكتل دي لما نجيب مركز الثقل بتاعها يطلع برضو صفر وصفر هو المسألة عايزة كده هو بيقول له إثبت أن مركز ثقل المجموعة يعني مجموعة الكتل هو نفسه مركز ثقل الهندسي للشكل السوداسي علشان كده أنا قبل ما اشتغل قلت لك إيه إحنا هناخد مركز ثقل الهندسي بالسوداسي ده هنعتبره صفر وصفر وهنعتبر إن الإحداثيات هنا عند مين تعال بقى قبل ما نشتغل برضو جيبنا المركز نقطة الأصل تعال بقى نمسك هفرض إنه طول الضلع ده اتنين لام يبقى المسافة دي خضرها اتنين لام يبقى أخونا به دي إحداثيها كام نقول له اتنين لام وصفر صفر ليه لإنك ما بتطلعش ولا بتنزل طب والناحية التانية نقول له يبقى سالب اتنين لام وصفر لإنه كده الإحداث السيني النوجب وكده الإحداث السالب طب وهنا نقول له أنا همشي هنا لام والقطر ده احنا اتفقنا عليه قبل كده بيساوي طول الضلع في جزر ثلاثة طول الضلع اتنين لام يبقى كله اتنين لام يبقى ده لام جزر ثلاثة وده لام جزر ثلاثة انت ممكن تتلحب بأكتر من حاجة خلي بالك المسلس ده قائم دي ستين دي تلاتين تمام طيب ممكن أخذها من هنا نقوله ده تنين لام ده لام يبقى ده لام جزر تلاتة للي ايه مش واخد باله من حكاية القطر طيب ده مش لام وطلع هنا لام وطلع لام جزر تلاتة يبقى إحداث الألف ده لام ولام جزر تلاتة طب تعال نشوف اللي تحت هيمشي برضو لام وهينزل يبقى ده لام وسلم لام جزر تلاتة طب تعال هنا هيمشي سالب لام وهيطلع لام جزر تلاتة يبقى سالب لام ولام جزر تلاتة طيب هنا هيمشي سالب لام وهينزل هتيبقى سالب لام وسالب لام جزر ايه جزر تلاتة كده يا مصدر عملنا خطوطين الخطوة الاولى حددت مركز المقطة الاصل اللي هي مركز الهندسة للشكل السوداسي والخطوة التانية عملنا احداثيات كل الرؤوس اللي عليها كتل فاضل ايه استاذ نقول له فاضل الجدول تعال نعمل الجدول مع بعض الجدول بيتكون من اربع خطوات اهو واتفقنا خلاص عليهم مش هنغلط فيهم اول حاجة بنقوله الموضع وبعدين نقوله النقط انا عندي ست نقط ادي الف به جيم دال هه و ست نقط اهو قداما الف به جيم دال هه و الكتل يا مستر نقوله احنا قلنا هنمشي بالتتالي فهنحط عند الف خمسين طيب وبعد كده به باربعين طبوهين ستين طبوه دال عشرين طبوهه سبعين طبوه ووو تلاتين طيب نمسك بقى الاحداثيات احنا جبناها وتعبنا فيها قبل ما نشتغل نمسك الاحداثيات هنمسك نقوله احداثي الف بكام نقوله لام ولام جزر تلاتة احداثي به اتنين لام وصفر احداثي جيم لام وسالب لام جزر تلاتة احداثي دال سالب لام وسالب لام جزر تلاتة احداثي هي سالب سالب اتنين لام وصفر احداثي واو سالب لام ولام جزر تلاتة بعد كده تعالى بقى للخطوة الرابعة نجيب سين ميم ونجيب صادمي سين ميم هنضرب كل كتلة زي ما انت شايف كده هو 50 في لام 40 في 2 لام 60 في لام 20 في سالب لام 70 في سالب 2 لام 30 في سالب لام انا بورها لك عشان لما نيجي نكتبوا بقى تقول لي ايه انا شايف الماسألة 50 لام زاقت 80 لام زاقت 60 لام ناقص 20 لام ناقص 140 لام ناقص 30 لام على 270 وسبعين خمسين وتمانين مية وكم مية وتلاتين وستين يطلعوا مية وتسعين لام عشرين واربعين مية وكم وستين وتلاتين يطلعوا سالب مية وتسعين لام ده رحمة ده يبقى الناتج هيطلع بكم بصفر طيب نمسك صاد مين صاد مين هتبقى نضرب برضو زي ما علمتك وهورها لك تاني هنضرب الاحداث في الكتلة لام جزر تلاتة في خمسين صفر في اربعين سالب لام جزر تلاتة في ستين سالب لام جزر تلاتة في عشرين صفر في سبعين لام جزر تلاتة في تلاتين نضرب بقى هيبقى لام جزر تلاتة في خمسين ناقص ستين لام جزر تلاتة ناقص عشرين لام جزر تلاتة زائد تلاتين لام جزر تلاتة على المجموع الكتل خد بالك دول خمسين ودول تمانين تلاتين يبقوا تمانين بالموجب ودول ستين ودول عشرين يبقوا تمانين بالسالب فهيطلع صفر يبقى مركز الصقل هيطلع صفر وكام وصفر ويبقى معنا كده زي ما قال المسألة اثبت ان مركز الصقل المجموعة يقع في المركز الهندسي للشكل السوداسي احنا قبل ما نشتغل قلنا المركز صفر وصفر وبعد ما اشتغلنا طلعنا المركز صفر وصفر وكده يبقى احنا حلينا المسألة فاصل ونعود نستكمل باقي مسائل مركز الصقل واحنا قلنا ان مركز الصقل لجسم متماسك هي نقطة بتأثر فيها وزن الجسم لاسفل وقلنا بعد كده قلنا ايه قلنا ان مركز الصقل دي بتتجمع فيها كتلة الجسم في النقطة دي واخدنا كم مسألة على الكتل واخدنا كم مسألة وحتى قلنا انه ممكن نوزع كتلة المسلس على رؤوس المسلس بالتساوي وما تختلفش نقطة مركز الصقل سواء وزعنا الكتلة او رجعنا وزعنا الكتل رؤوس على الكتلة تاني النهاردة بقى لما بنجي ناخد سلك فمنقوله انه اطوال السلك تتناسب مع الكتل يعني المرة دي بقى هتدي لك سلك ومش هتدي لك كتلة طب نتصرف ازاي نقوله طول السلك بيتناسب مع الكتلة وبنعتبره على انه هو الايه الكتلة وشوية تاني وهناخد مساحات ونقوله المساحات برضو تتناسب مع الكتل يعني كأنك بتتعامل مع المساحة على انها هي دي الكتلة فأطوال السلك او المساحات تتناسب مع الكتلة فاحنا بنحط لها سابت تناسب اللي هو كاف لكن دي بنقدر نتصرف فيها لانه المسألة اللي مفهاش كتل بنحطها بنتصرف في النظرية بتاعتنا ان اطوال السلك ومساحات الاشكال تتناسب مع الايه الكتل تعال بقى ناخد مسألة من الحكاية دي عشان نعرشوف احنا هنتصرف فيها ازاي بيقول لي سلك رفيع منتظم السمك والكسافة احنا قلنا برضو انه لازم يبقى السلك منتظم السمك والكسافة علشان يتناسب واخد بال حضرتك معايا على شكل شبه منحرف الف به جيم دال فيه الف به الف به طوله كام طوله خمستاشر به جيم اتناشر جيم دال عشرة اول ما يجيلك شبه منحرف كده انت لازم تعمل عمل تسقط من هنا عمود طب اعمل بالعمل ده ايه نقول له خلي بالك انت قلتلي دي عشرة يبقى دي كمان عشرة طب انت قلتلي دي طولة اتناشر يبقى دي كلها خمسة ده خمسة وده زي ده بالزبط وانت قلتلي ده اتناشر يبقى اقدر اقولك ده تلتاشر خمسة اتناشر تلتاشر يبقى مرة تانية اول ما يبدأ يقولي شبه منحرف قائم اعمل عمل انا هنا كده علشان اقسمه الى مستطيل ومسلس وفي العمل ده هبقى اجيب الضلع اللي انت منتش عايز تدهوني انت ادتني الف ده والدتني به جيم والدتني جيم بال بس ما ادتنيش الف ده فانا قلتلك ايه بما ان الشكل ده بقى مستطيل ودي اتناشر فدي اتناشر ودي عشرة هتبقى دي عشرة وهخصمها من الخمستاشر هتبقى دي خمسة وده مسلس قائم ده خمسة ده اتناشر هتبقى دي تلتاشر حلوة قوي شايف هنا بقى بيقوله اوجد بعد مركز السقل عن السلك عن الضلعين الف به وجيم دال يبقى معنى كده انه لازم اخلي به هي نقطة الاصل لان انا عايز البعد عن الف به وبه جيم النقطة المتقررة هي اللي هتبقى نقطة الاصل فانا خدت نقطة به هي نقطة الاصل ورسمت عليها الاحداثي السيني والاحداث الايه الصادق دي اول خطوة احنا عملناها بعد كده بنبدأ ناخد الايه نقوله الاول كده انه اطوال السلك تتناسب مع الكتلة وتؤثر في منتصفها يعني السلك دا يأثر فين في منتصف به جيم في نون والسلك دا يأثر فين في منتصف ونفس الكلام هنا بيأثر في المنتصف ونفس الكلام هنا بيأثر في المنتصف انا مش فاهم يا استاذ يعني ايه اطوال السلك تتناسب مع الكتلة مش فاهمها نقوله هو الف به بكام الف به بخمستاشر يبقى هنسميه 15 كاف طيب هو بهجين بكام بهجين ب12 نسميه 12 كاف حيث كاف ده ثابت التباسم وجين دال هيبقى عبارة عن 10 كاف والف دال عبارة عن 13 كاف أصبحت السلك ده كتلة دلوقتي اسمها 15 كاف بس بتأثر فين بقى بتأثر في منتصفها يبقى أنا علي أن أجيب إحداثي المنتصفات دي لأن انت بتختار نقطة الأصل وبعدين بتجيب إحداثي النقط اللي عليها كتل طيب أنا ما عنديش كتل نقول له السلك اللي انت قلت عليه اللي بيتناسب مع الكتل بيأثر في المنتصف طيب تعال معايا بقى ده طوله 15 بيأثر في المنتصف هتبقى دي 7 ونص وصفر طيب خلي بالك ها ده لغاية هنا كده لو وصلنا كده عمود هيقسم وينصف طبعا ده طوله 5 هيبقى ده 2 ونص وده 2 ونص يبقى ده مش يقدي إيه بقى نقول له ده مش عشرة وبعدين مش 2 ونص يبقى 12 ونص طيب طلع كام نقول له ده قطعة مستقيمة واصلة بالمنتصفين من المنتصفين بتوازد ضلع التالت وتسوي نص طوله ده 12 يبقى هطلع 6 يبقى إحداثي واو 12 ونص و6 طيب المنتصف هنا كام يا أستاذ نقول له انت مشيت هنا في النص كده 5 وطلعت كام 12 يبقى إحداثي دي اللي هي اسمها هي 5 و12 طب إحداثي دي ايه يا أستاذ نقول له خلي بالك النقطة دي 0 و0 ودي كده كأنك بتتكلم على محور الصدات يبقى نقطة نون 0 وكام و6 أنا يا مستر عملت نقطة الأصل خلاص وعملت إحداثي النقطة اللي أنا هاخدها كايه كتل نعمل بقى الجدول نقول له تعالى نعمل الجدول في صفحة جديدة اهو نعمل الجدول بس مش هناخد الايه الأضلاع احنا هناخد منتصفات الرؤوس هو الجدول مكون من كام خانة يا مستر مكون من أربعة بتوع ايه دول نقول له خانة للموضع عشان بتقول لي انت بتشتغل على أنهي نقط وخانة للكتل وخانة للاحداث السيني يبقى هنا ايه ده الموضع اقول له انا شغل عندي ميم وواو وهيه ونون دول منتصفات الايه الأضلاع طب والكتل نقول له ميم دي ميم ديه الكتلة بتاعتها 15 كاف وواو 13 كاف وهيه 10 كاف ونون 12 كاف طب الاحداثي بقى نقول له نمسك احداثي احداثي الميم هيبقى 7 ونص زي ما اتفقنا وصفر الواو ستة هيبقى الواو هنا 12 ونص وستة الهيه هتبقى عبارة عن خمسة واثناشر النون عبارة عن صفر وكام وستة واضرب بقى يا محترم سين نيم هيبقى 7 ونص فيه خمستاشر زائد 12 ونص فيه تلاتاشر زائد خمسة فيه عشرة كل ده كاف هناخد كاف عامل ايه؟ مشترك مجموع الكتل هتبقى عبارة عن خمسين كاف راحت الكاف مع الكاف واجمع وقسم كده على خمسين هتطلع بتساوي ستة وكام ونص طب عايزين صاد ميم يا مستر نقول له هتضرب صفر فيه بصفر يبقى ستة فيه 13 كاف زائد 12 فيه 10 كاف زائد 6 فيه 12 كاف على خمسين كاف طبعا الكاف اللي هنا دي كلها هتروح مع بعضها وتقسم عليهم بالآلة الناتج هيطلع خمسة واربعة ايه؟ من عشرة طيب اه انا عايز بعد مركز السقل نقول له انت هتمشي ستة ونص اهو وهتطلع اه خمسة واربعة من عشرة انا مشيت ستة ونص وطلعت خمسة واربعة من عشرة يبقى ادي مركز السقل اهو يسميه ميم شرط عشان احنا عندنا ميم يبقى نيجي نقول له ايه؟ بعده عن ألف به باربعة وكام ونص بعده عن بهجيم بستة وكام ونص يبقى هو بيبعد عن ألف به مسافة خمسة واربعة من عشرة ويبعد عن بهجيم مسافة ستة ونص ومركز السقل نفسه اسمه ستة ونص وخمسة واربعة ايه؟ من عشرة يبقى احنا حولنا السلك الى كتل واخدنا منتصفات السلك ده عشان تبقى هي دي مركز السقل بتاعة كل سلك وبعدين بدأنا نجيب مركز السقل بتاعة الشكل ايه؟ كله تعالى نشوف مسألة كمان اتفقنا انه مش بس اطوال السلك لا كمان مساحات الاشكال تتناسب مع الكتل ساعة لما ما ما يدينيش كتل بعينها تتحط في المسألة احنا بقى بنتصرف فنقوله ان السلك يتناسب مع الكتل والاوزان وان المساحات تتناسب مع الكتل والاوزان ونتعامل مع النسبة بتاعة المساحات دي على انها هي الكتلة تعالى نشوف مسألة كده مع بعض علقت ألف بهجيم ده صفيحة رقيقة منتظمة تلك سافة على شكل مربع طول ضلع 12 يعني ده طول 12 يعني ده طول 12 يعني ده طول 12 يعني دي طولها 12 هيه بهجيم يعني جيه عندي بهجيم كده ورسم مسلس متساوي ساقين مرسوم خارج المربع يعني مش مرسوم جوه هنا لا مرسوم برا طول ضلع كل من ساقيه عشرة يعني المسافة دي عشرة والمسافة دي عشرة طبعا لو خدت بالك هتلاقي ده بيتقسم بالنص تبقى دي ستة ودي ستة وده عشرة وده ستة مسلس قائم تبقى دي تمانية لازم تبقى شاطر في الحاجات الصغيرة دية ها خلي بالك الدلع ده عشرة متنصف واحد يقول ليش عرفك عشرة وده ستة يبقى الضلع ده بفيسا هورس هيطلع تمانية ما له بقى يا سيدي بيقول لي اوجد مركز ثقل الصفيحة عند المركز المربع واذا علقت تعليقا حرا من الف اوجد ميل الف دال على الرأس في وضع الاتزان نمسك اول حاجة نقول له ان المساحات تتناسب مع الاوزان والكتل طيب مساحة المربع كام الى مساحة المسلس مساحة المربع طول الضلع في نفسه يبقى تناشر في اتناشر مساحة المسلس نص القعدة اللي هي نص في اتناشر في الارتفاع اللي احنا جبناها احنا كده بمجرد النظر التمانية طب يلا اختصر باعية الاتناشر تروح مع الاتناشر وعل الاتنين في هالواحد عل الاتنين فيها الاربعة اختصر كمان على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها التلاتة يبقى النسبة تلاتة الى كام واحد يعني انا كده هقوله ان مساحة المربع بتساوي تلاتة كاف ومساحة المسلس بتساوي كاف وبالمنظر ده احنا هنتعامل مع شكلين اتنين بس مع المربع ونجيب مركز السقل بتاع المربع ومع المسلس ونجيب مركز السقل بتاع المسلس يعني احنا بقى مش هنتعامل مع سلك ومنتصفات نقط لا احنا هنتعامل مع شكلين شكل المربع ونقول له مركز ثقل فين وشكل المسلس ومركز ثقل فين طيب مركز ثقل المربع فين عنده نقطة تخاطع قطريه طيب هيمشي ازاي نقول له هنمشي من هنا ستة ونطلع كده ستة يبقى مركز الثقل هنا ستة وستة طيب ومركز ثقل دي فين يا استاذ نقول له خد بالك بس الاول جيم مشي تتناشر هتبقى تتناشر وصفر هي مشي تتناشر وكمان مشي التمانية يبقى عشرين طب طلعت كام طلعت ستة يبقى دي عشرين وإيه وستة طيب به مشي تتناشر وطلعت اتناشر هتبقى اتناشر وكام واثناشر تعالى بقى نشوفها كده مع بعض نعمل الجدول اللي احنا اتفقنا عليه اهو اربع خانات زي ما قلتلك اهم قدامك بس المراضي بقى مش بنقول ايه الف وبه وجيم ده احنا هنقول مربع ومسلس اهو يبقى الموضع المراضي الموضع المراضي للمربع وللمسلس طب المسلس كتلته كام كتلته تلاتة كاف ده المربع المسلس كتلته كام كتلته كاف طيب تعالى بقى هنا سين وصاد مركز ثقة للمربع انا جبتلك النقطة تاني عبارة عن امشي ستة هنا واطلع ستة زيهم هتبقى ستة وستة طيب اما المركز ثقة للمسلس ايه تعالى معايا بقى نجمع مع بعض سين واحد زائد سين اتنين زائد سين تلاتة اتناشر واثناشر اربعة وعشرين وعشرين يبقى اربعة واربعين على تلاتة طيب نجمع التانية ها يلا معايا صفر وستة واثناشر يبقى تمنتاشر على التلاتة يبقى فيها الستة يبقى المشألة هنا تبقى فيها كام الستة تعالى بقى نجيب سين ميم سين ميم اضرب الاحداث في الكتلة يبقى ستة فيه تلاتة كاف زائد اربعة واربعين على التلاتة فيه كاف على مجموع الكتل اربعة كاف هتطلع تمانية وستس طيب وهنجيب صد ميم اضرب الكتلة في الايه الاحداث يبقى ستة فيه تلاتة كاف زائد ستة فيه كاف على مجموع الكتل يبقى تحسبها بالآلة هتطلع ستة إذن مركز الثقل عبارة عن تمانية وستس تمانية وستس وستة حلوة أو الراجل بيقول لي في المسألة وإذا علقت الصفيحة تعليقا حرا من الرأس ألف اوجد ميل ألف دال على الرأس في وضع الاتزال أول ما يجي يقول لي علقة يبقى أنا هرسم الرسمة تاني من جديد يلا معايا نرسم من جديد أهو أقدامك أهو الرسم هرسم إحداثي صاد ودي إحداثي سين وقادي المربع اللي احنا كنا رسمناه أهو وقادي المسلس اللي احنا عملناه أهو وقادي ألف دال جيم به وهنا هيه وبعدين عايزين نعلق الرأسي من ألف طيب فين مركز ثقل الصفيحة نقول له تمانية هتمشي تمانية وسوتس يعني تيجي هنا كده هتمشي هنا تمانية وسوتس وتطلع مسافة قدرها كام ستة هنا كده طيب أهو طيب أنا عايز بقى إيه خلي بالك دي ستة لما تيجي تقسمها كده تبقى دي ستة ودي ستة أدي الزاوية هي دي زاوية ميل ألف بها على الرأسي ده اسمه الرأسي عرفت إنين يا أستاذ إنه ده الرأسي الرأسي هو نقطة تمر بنقطة التعليق هو خط يمر بنقطة التعليق ومركز الثقل يبقى هو ده الرأسي طيب أنا عايز زاوية ميل الألف دال على الرأسي نقوله ده كان اتناشر أنا مشيت هنا تمانية وسوتس وطلعت هنا ستة الستة دي هي الستة دي بس أنا مش عايزها هترحها من اتناشر هتطلع دي ستة طيب وده كام؟ ده تمانية وسوتس زي ما هو يبقى نيجي نقوله ظاهر عبارة عن تمانية وسوتس على ستة نحسبها بقى بالآلة اولا هتطلع بتساوي تسعة واربعين على ستة وكام؟ وتلاتين هو عايز ميل ألف دال على الرأسي طبعا انت عارف ان الميل هو ظاهر لكن لو عايز الزاوية نفسها هنقوله شفتتان كسر تسعة واربعين على ستة وتلاتين اقفل القوس يساوي ونعمل كمان كمى ونقوله كمان لو عايز زاوية هي هتطلع تلاتة وخمسين واحد واربعين تلاتة واربعين درجة دقيقة ثواني يبقى لو انت عايز الميل أقولك الميل هو ميم بتساوي ظاهر وبيساوي تسعة واربعين على ستة وتلاتين لازم نرسم رسمة جديدة علشان نشوف أبعاد التعليق الحر ماشي ازاي أرسم الخط الرأسي ماشي ازاي معلق من أني ونقطة مركز السقل فين بيمر بي اه بيمر بي يبقى الأبعاد ايه طيب انت عايز زاوية ميله على مين على ألف دال يبقى نقول له احنا عاملين دال أصلا هي نقطة الأصل وألف دال نقطة التعليق عند ألف يبقى زاوية ميل الألف دال على الرأسي قلناها هي وجبنا الزاوية وجبنا الظل لو انت عايز الميل تعالى نشوف مسألة كمان المسألة بتقول علقت صفيحة مربعة منتظمة وزنها معلق تعليقا حرا من الرأس ألف وسبتة عند الرأس به سقل وزنه ربع واو هي هنا وزنها واو والسقل الموزون اللي معلق ربع واو اثبت أن ظل زاوية ميل القطر ألف جيم على الرأسي في وضع الاتزان بيساوي خمس يبقى احنا دلوقتي قدامنا ايه مساحة وزنها واو وعندي كتلة قدرها ربع واو يبقى أنا بتعامل مع مربع ليه مركز صقل وبتعامل مع نقطة لها إحداثي يبقى احنا كده هنشتغل نقول له ايه خلي بالك على طول على الجدول اهو هنعمل الجدول بربع خنات زي ما قلتلك وانا قلتلك احنا هنشتغل ايه بقى ادي خانة اتنين تلاتة اربعة هنشتغل ايه بقى المرة دي هنشتغل مربع وكتلة كتلة فين عندي به علشان كده هنقول له الموضع وهنا المربع وهنا به الكتل هنا اسم واو وهنا ربع واو طيب وسين وصاد نقول له أنا لو فرضت انه طول بضلع اتنين لام اتنين لام يبقى هو هيمشي هنا لام ويطلع هنا لام يبقى ده مركز صقل المربع لام ولام طيب والبه هتمشي من هنا كده انا خلي بالك انا اعتبرت ان الف هي نقطة احداثي ايه نقطة الاصل هيبقى عندي به احداثيها هيبقى اتنين لام وصفر طيب نقدر نجيب بقى سين ميم ونقدر كمان نجيب صد ميم سين ميم اضرب لام في واو لام في واو زائد اتنين لام في ربع واو على مجموع الكتل هتبقى واحد اللي هو الواو وربع يبقى خمسة على اربعة واو تحسبها تطلع ستة على خمسة لام لان الواو هتروح مع الواو تيجي بقى تحسب كمان الصاد نحسب الصاد اللي هي هتبقى هنضرب اللام في الواو لام في واو وصفر فدا بصفر على خمسة على اربعة واو الناتج هيطلع اربعة لام على خمسة ويبقى مركز الصقل ستة على خمسة لام واربع على خمسة لام ده مركز الصقل انت قلت ايه كمان بقى قلتلي انا علقت الصفيحة من عندي ايه واسبت ان زاوية ميل القطر الف جيم على الرأسي طيب تعال نشوف بقى نقطة المركز الصيقة دي فين ستة على خمسة لام يعني قبل ما تحصل اللام دي هتبقى هتمشي كده وهنا اربعة على خمسة لام يعني تقريبا نقطة هنا وبعدين هنوصل كده من عند الف اهي بالمنظر ده ده الرأسي دي نقطة التعليق من عند الف اسمت المسألة الى زاوية اسمها هي وزاوية هنا اسمها هي وما تنساش ان القطر يقسم المسأل زاوية الى جزئين متساويين يعني الزاوية هي زايد هي كلها على بعض الخمسة واربعين تعال بقى احنا عايزين نجيب هي فنيجي نقول له زاهي بكام زاهي هتساوي صاد ميم على سين ميم يعني هتساوي آه ستة على خمسه لام أربع آسف أربعة على خمسه لام على ستة على خمسة لام اللام راح تنعم والنتج بعد الاختصار يطلع أربعة على ستة ونجيبها بالآلة إذن قياس زاوية هي هتساوي تلاتة وتلاتين واحد واربعين 24 اما القياس زاوية هي بكام يا أستاذ نقول له قياس زاوية هي أنا عندي زاوية كلها خمسة واربعين نائص الزاوية اللي هنا ايه هي اللي هي 33-41-24 درجة دقيقة ثواني نترحى مع بعض قدامك وياليت يبقى معاك الا حزبة 45 ناقص افتح قوس 33-41-24-24 يساوي تطلع الزاوية كان بقى تطلع 11-18-36 درجة دقيقة ثواني طب هتلاها التان دي بقى تاني الزاوية اللي انت جبتها دي هتطلع بتساوي خمس يبقى تاني الزاوية يه هتطلع بتساوي كام خمس وهو بيقول اثبت ان زاوية مي للقطر القطر اللي هو الف جيم على الرأسي بيساوي خمس احنا جبنا زاوية مي للرأسي مع الف به وجبنا زاوية مي للرأسي مع الف جيم وبعدين جبنا لها الزاوية بقى جبنا لها التان بتاعتها طلعت خمس يبقى في الحالة دية الخمس ده اللي هو المطلوب اللي هو عايزه اثبت ان زاوية ميل القطر ألف جيم على الرأسي في وضع الاتزان بيساوي خمس طلعناها احنا بكام بخمس نشوف مسألة كمان وعايزك تتضرب ازاي تعرف تجيب مركز السقل ازاي تعرف تجيب زاوية ميل الرأسي على اي ضلع من الاضلاع اللي هو عايزها التعليق الحر لابد ان يمر بنقطة التعليق ولابد ان يمر بمركز السقل وهو اصلا مرء وزن الجسم فعشان كده احنا بنسميه الرأسي واخد بال حضرتك معايا تعالى نشوف مسألة كمان بيقول لي ألف صفيحة رقيقة منتظمة على شكل مربع طول مربع ألف به جيم دال طول ضلعه اتناشة اتنين لام فيها هه وواو منتصف الضلعين هه اه في منتصف ألف به وواو في منتصف ألف دال سونيا المسلس ألف هه واو تانين المسلس ده كده بحيث ان طبقة ألف على يه دي اسمها يه عين مركز السقل الصفيحة في وضعها الجديد يبقى بنعمل ايه بقى خلي بالك معايا انا لما تانيت المسلس ده كده اصبح الشكل مقصم الى ثلاث اجزاء مستطيل ومربع ومسلس متطبق حتتين على بعض خلي بالك دي ما اسمهاش كتلة سالبة الكتلة السالبة الجزء يتشال خالص من جسم انما لو تشال وانتنى على الجسم يبقى نفس كتلة الجسم موجودة زي ما ايه يعني احنا لو افترضنا ان كتلة الجسم ده اربعة كاف وكتلة كل مربع من دول هيبقى كاف يبقى المستطيل كتلته اتنين كاف المربع كتلته كاف المسلس المربع ده التنى فبقى المربع كله بقى في المسلس ده يبقى كتلة المسلس كاف تاني يا مستر مش وخبالي انا هفرض انه اهو نكتب علشان تعرف كمان تقول نفرض ان كتلة المربع بتساوي اربعة كاف متقسمة بتساوي على الاربع تيربع اللي انت شايفهم دي يعني دي كاف ودي كاف ودي كاف ودي كاف طب انا هقسم الشكل بعد ما انا تانيت المسلس ده ده مش موجود هقسمه المستطيل ومربع ومسلس تعالى بقى نعمل كمان احداثيات انا فرضت انه طول الضلع ده هو اللي قاية الاثنين لام يبقى ده لام وده سالب لام على اعتبار ان النقطة دي صفر وصفر ويبقى المركز هنا ده نقطة طلاقي القطرين هنا نقدر نجيبها وهنا نقطة طلاقي المركز بتاع المربع وهنا نقطة طلاقي المركز بتاع المسلس عايزين نجيب احداثيات الثلاث حاجات دول نعمل الشكل الاول ونقول لك المركز بتاع كل واحدة فيه بنعمل جدول مكون من اربع خانات الخانة الاولى للموضع الخانة التانية للكتلة الخانة التالتة والربعة للاحداثيات الموضع انا عندي ايه مستطيل وعندي مربع وعندي مسلس الكتل كتلة المستطيل اتنين كاف كتلة المربع كاف كتلة المسلس هو كمان كاف لانه هو كان مربع وانت انا يبقى دا كاف احداث المستطيل حيمشي سالب نص سلام وصفر احداث المربع هيمشي هنا نص سلام وهينزل تحت بسالب نص سلام هينبقى لام على اثنين وسالب لام على اثنين احداث المسلس يبقى لابد ان انت تجيب احداث الرؤوس التلاتة دا احداثي لام وصفر دا احداثي صفر ولام دا احداثي صفر وصفر تعال بقى السيني مجموع السينات على ثلاثة صفر ولام وصفر يبقى لم على ثلاثة الصادي مجموع الصادات على ثلاثة يبقى برضو لم على ثلاثة كده انت جبت الايه الجدوى اللي عملته كله مظبوط تعال نبقى بقى نجيب السين ميم والصاد ميم السين ميم بضرب الاحداثي في الكتلة يعني سالب نص لام في اتنين كاف زائد لام على اتنين في كاف زائد لام على ثلاثة في كاف اجيبها لك من هنا عشان تقام تخيلها سالب نص لام في اتنين كاف لام على اتنين في كاف لام على ثلاثة في كاف ومجموع الكتل دي اربعة كاف اللي هم المستطيل المربع اللي احنا قلنا عليه تحسبها في الاخر هتطلع سالب لام على اربعة وكام وعشرين طب عايزين صاد ميم يا مستر نقول له تعال معايا قدامك هو عشان تبقى انت فاهم احنا بنعمل ايه بنضرب صفر في اتنين كاف وسالب اتنين لام في كاف ولام على ثلاثة في كاف يلا نضربها مع بعض حيبقى سالب نص لام في كاف وبعدين زائد لام على ثلاثة في كاف وعلى اربعة كاف في الاخر برضو هتطلع بلام على اربعة وكام وعشرين ويبقى مركز الصقل عبارة عن سالب لام على اربعة وعشرين ولام على اربعة وكام وعشرين هو هنا طالب اعين مركز الصفيحة في وضعها الجديد اقول له مركز الصفيحة في وضعها الجديد سالب لام على اربعة وعشرين ولام على اربعة وعشرين خلي بالك لما تبقى الكتلة انطبقت ما بنسمهاش كتلة سالبة كتلة سالبة دي يعني معناها ان الكتلة تشالت خالص وبقى الكتلة الاصلية نقصت منها حتة انما هنا كانوا كتلتها اربعة كاف حضرتك تنيت مسلس على مسلس فبقت كتلة المسلس كله على بعض هو نفسه كتلة المربع فبقى كتلته كاف وكل كتلة من دول كاف فبقى مجموع الكتل اربعة كاف فما نقدرش نسميها كتلة سالبة الكتلة السالبة مرة تانية عشان هناخدها كمثال كمان شوي هو جسم اتشال منه حتة ومرجعش تاني خالص يبقى في الحالة دي بنسميها كتلة سالبة تعال نشوف مثال كمان صفيحة رقيقة منتظمة السمك والكسافة على شكل شبه منحرف الف به جيم دال فيه الف دال يوازي به جيم وقياس زوية الف بتسعين والف به بيساوي تمانية سنتي وبه جيم بتساوي اتناشر سنتي والف دال بيساوي ستة سنتي زي ما علمتك اول ما يجب لي شبه منحرف اعمل العمل ده هو بيقول لي انه به جيم باثناشر قال لي الف دال بستة اقوم عامل العمل ده كده اقول له زي ما دي ستة تبقى دي ستة تبقى دي كمان ستة دي ستة ودي تمانية هيبقى ده عشرة على طول ده ايه حاجة رسمية كده نعملها على طول عشان نجيب الضلع التالت اللي مش بيرضي الدهوني طبعا ده هو قال لي عليه قال لي ده تمانية ما هو ده تمانية وده تمانية كتلتها كام كتلتها تسعين طبعا الشكل اللي انت عملته ده اسمته الى جزئين مربع وإيه ومستطيل وآآ اسف مستطيل وإيه ومسلس انطبق قضيب رفيع منتظم كمان محتوط هنا قضيب محتوط في قضيب هنا عند الف دال يبقى اصبح الشكل اللي عندي فيه مستطيل ابعاده ستة وتمانية فيه مسلس ابعاده برضو ستة وتمانية وعشرة وفيه قضيب طبعا انت عارف ان القضيب بيأثر في منتصفه فاحنا عيننا نقطة المنتصف هي عشان نجيب احداثيها وبالمنظر ده تعالى نشوف بقى النسبة بين المساحة هنا والمساحة هنا فبقوله ايه مساحة المربع الى مساحة المسلس آآ آسف المستطيل المستطيل ستة في تمانية المسلس عبارة عن نصف ستة في تمانية نقوله الستة راحت مع الستة والتمانية راحت مع التمانية يبقى النسبة اتنين الى ايه واحد يعني كتلة المستطيل اتنين كاف وكتلة المسلس كاف اضلع طب ما انت قلتلي كتلة الشكل كله تسعين يبقى نقوله ايه اتنين كاف زائد كاف بتسوي تسعين يبقى اذا تلاتة كاف بتسوي تسعين يبقى اذا كاف هتسوي تلاتين كاف طلعت بتلاتين اه يبقى كتلة المستطيل كام بقت ستين اللي احنا كنا بنقول عليها اتنين كاف كتلة المسلس بقت كام نقوله دي كانت كاف تبقى تلاتين كده احنا عرفنا كتلة المستطيل عرفنا كتلة المسلس وطبعا القضيب اللي كتلته خمسة وعشرين جرام بيأثر فين في منتصف فاضل ايه فاضل اعرف مركز ثقل المربع المستطيل والمسلس مركز ثقل المستطيل هامشي نص المسافة هنا تبقى تلاتة واطلع نص المسافة هنا دي تلاتة تبقى دي اربعة يبقى المركز تلاتة وكام واربعة مركز ثقل المسلس نقوله احداث النقطة دي ستة وصفر احداث النقطة دي اتناشر وصفر احداث النقطة اللي فوق مشيت ستة وطلعت تمانية تبقى ستة وتمانية نجيب احداث مركز الثقل ده عبارة عن مجموع السنات على ثلاثة ومجموع الصدات على كام على ثلاثة تعالى نشوفها واحنا بنعمل الجدول الجدول مكون من ثلاث حاجات مستطيل ومسلس وقضيب يؤثر في منتصفه اللي احنا قلنا عليها النقطة هي يبقى احنا هنعمل الاربع خنات اللي احنا اتفقنا عليهم وعندي ثلاث حاجات بنتكلم فيهم اهم قدامك انا عندي الموضع مستطيل وعندي كمان مسلس وعندي كمان قضيب المستطيل كتلته كام ما احنا اتفقنا بقى طلعت ستين المسلس كتلته كام طلع تلاتين القضيب كتلته كام طلع خمسة وعشريت مجموع الكتل دي كلها كام على بعض حيبقى مية وكام وخمستاشر السين والصات مركز مركز ثقل المستطيل تلاتة واربعة مركز ثقل المسلس حنجمع السينات على التلاتة والصادات على تلاتة ستة وستة اتناشر واثناشر يبقى اربعة وعشرين على التلاتة فيها التمانية طيب والصادات نيجي نقوله صفر وصفر وتمانية يبقى تمانية على التلاتة يبقى تمانية على التلاتة اهي طب والقضيب ده في منتصفه طب وهو فين منتصفه هيه طب احداسيها كام نقوله ايه صفر واربعة يبقى هنا صفر وهنا اربعة بعد ما حضرتك عملت الجدول ما فاضلش غير ان احنا نجيب سين ميم وصاد ايه ميم سين ميم بضرب الاحداس في الكتلة يبقى تلاتة في ستين زائد تمانية في تلاتين زائد خمسة وعشرين في صفر على مجموع الكتل مية وكام وخمستاشر فهتطلع اربعة وتمانين على تلاتة وكام وعشرين طب وصاد ميم اضرب معايا اربعة في ستين زائد تلاتين في تمانية على تلاتة زائد خمسة وعشرين فاربعة على مجموع الكتل مية وخمستاشر هتطلع برضو 84 على الثلاثة كده احنا جبنا مركز الثقل 84 على 23 وهنا 84 على 23 وكام وعشرين ده مركز الثقل لكن هو طالب حاجة كمان واذا علق الجسم تعليقا حرا من به اوجد ميل الرأسي اثبت ان الف به يميل على الرأسي بزاوية قياسها خمسة وكام واربعين تعال نرسم الرسمة تاني اهو ده الاحداث الصادي ده الاحداث السيني ده المستطيل اللي احنا قلنا عليه اهو ده المسلس اللي احنا قلنا عليه اهو وبعدين 23 84 على 23 هينشي كده المسافة دي 84 80 على 23 84 على 23 وهيطلع كده 84 على 23 وهو علق من ايه من به يبقى ادي الف ادي به ادي جيم ادي دال ها ادي هي او او قلنا دي واو ودي جيم تعال بقى هنا كده نعمل كده ده الرأسي عايز هو زاوية ميل الرأسي على الف به فنيجي نقول له الاول تعالى نجيب الزاوية دي يبقى ظاهة بتساوي صاد ميم على سيني يعني 84 على 23 على 84 على 23 فيطلع فيها الواحد اذا قياس زاوية هي بتساوي خمسة وكام واربعين دي انهي زاوية بقى ده زاوية ميل الرأسي على ايه بهجيم طب ما الزاوية دي قيمة يبقى زاوية ميل الرأسي على الف به برضو هتطلع بخمسة وكام واربعين خلي بالك هو بيقول له ايه برهن ان الف به يميل على الرأسي بزاوية قياسها 45 احنا عملنا ايه احنا جبنا الزاوية هي دي بتاعت ايه يا مستر نقول له زاوية ميل الرأسي على بهجيم طلعت كام طلعت 45 الله طب ما دا مستطيل الزاوية هنا قايمة وبالتالي الزاوية دية حتترحها من 90 تطلع 45 وقول له اذا الف به يميل على الرأسي بزاوية قدرها 45 ايه درجة يبقى انت الاول تجيب زاوية ميل الرأسي على بهجيم جدناها طبعا انت عارف ان الاحداثيين طلعوا متسويين يعني السين ميم والصاد ميم قد بعض ده 84 على 23 وده 84 على 23 الاتنين زي بعض يعني لما نقسمهم على بعض واحنا بنجيب الزاو فهتطلع بواحد يبقى الزاوية 45 وبالتالي لما تيدي بقى 45 يبقى زاوية ميل الرأسي على الف به يطلع بخمسة وكام واربعين تعالى نشوف مسألة كمان وضع جسم او كتل اربع كتل متساوية المقدار كتلة كل منهما 200 جرام عند رؤوس المربع عين مركز ثقل المجموعة واذا رفعت الكتلة الموجودة عند جيم عين مركز ثقل المجموعة المتبقية هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه كتلة سالبة لان في كتلة من الكتل هتتشال خالص من المسألة وبالتالي هبقى اتعامل مع المربع والكتلة المتشالة خالص دي الاول لما بيقول لي انا حطيت اربع كتل متساوية عند الرؤوس يلا بقى نفتكر الكلام اللي قلناه لو حطنا اربع كتل متساوية عند الرؤوس يبقى كأن الصفيحة دي كتلتها 800 هاخد الكتل من عند الرؤوس هحطها في الصفيحة يبقى مركز الثقل فين عند مركز الثقل الصفيحة يبقى من فيش داعي يقعد احسب بقى حسابات مركز الثقل قبل وقبل نزع الكتلة المرفوعة هيبقى عبارة عن ايه الطول لو فرضناه انه هو بيساوي لام هيبقى مركز الثقل نص لام ونص لام اللي هو هيمشي هنا نص وهيطلع هنا نص لام كده مش محتاجة حساب طالما الكتل متساوية عند الرؤوس ارجحها تاني للصفيحة يبقى كتلة الصفيحة كام 800 مركزها فين هو المركز الهندسي للصفيحة عند نقطة تقاطع قطرية يلا بقى نقول له نمشي كده نص لام نطلع كده نص لام يبقى هو ده المركز قبل رفع كتلة الصفيحة تعال بقى نتعامل مع الكتلة السالبة انا دلوقتي هتعامل مع مين مع المربع كله والكتلة المرفوعة بس الكتلة المرفوعة دي اخليها سالبة ليه يا استاذ لان انا شلتها خالص مش هرجعها او مش هتنيها على حاجة تانية يبقى دي بحطها سالبة تعال بقى معايا احنا هنتعامل مع ايه مع حكتين مع المربع والكتلة المرفوعة علشان بس انت ايه بتتدايق شوية من مسائل الكتلة السالبة فاحنا بقى نركزلك معاه هنا الموضع مين بقى الحكاية نقول له بين المربع والكتلة المرفوعة عند جيم تمام الكتل ايه بقى نقول له الكتل المربع تمنمية طب وانت رفعت انه واحدة انا رفعت اللي عندي جيم بكام بمتين تبقى سالب متين طيب سين وصاد مركز ثقل المربع كام احنا لسه جاي بينه نص صلام ونص صلام طب مركز ثقل النقطة جيم دي كام هنقول له انا همشي كده لام وهطلع كده لام هيبقى عبارة عن لام ولا يبقى تعالى نجيب بقى مركز ثقل الشكل بعد رفع الايه الكتلة حضرة بنص لام دي في التمنمية يبقى نص لام في تمنمية ناقص متين في لام على مجموع الكتل ركز بقى معايا هجي اجمع على ايدي سالب فهتطلع بستمية مش هجمعها جامع بقى هقول له موجب ثمنمية وسالب متين هيبقوا ستمية وبالتالي لما نيجي نحسبها فهتطلع بتساوي كام بقى بتساوي لام على تلاتة طب نجيب صاد ميم هضرب نص لام فيه نص لام فيه تمنمية ناقص متين في لام على مجموع الكتل ستمية يبقى برضو هتطلع لام على كام على ثلاثة أصبح مركز سقل الجسم الجديد بعد رفع الكتلة لام بعد رفع الكتلة اللي عندي جيم اللي هي المتين اسمها لام على تلاتة ولام على تلاتة قال اللا يا مصدر مش انت قلت لام على اتنين ولام على اتنين آه لما كانت الكتل كلها موجودة كان يبقى مركز الصقل لم على اثنين وده اول اجابة احنا جاوبناها لم على اثنين ولم على اثنين طب لما شلنا كتلة جيم من المجموعة يبقى مركز الصقل هيتغير لان اتغيرت مجموع الكتل اللي موجودة فاصبح الكتل في الوضع الجديد لم على ثلاثة وإيه ولم على ثلاثة هو بيقوله واذا رفعت الكتلة الموجودة عند جيم عين مركز صقل المجموعة اصبحت ايه مجموعة شلنا منها كتلة اثنتين من عند جيم وتغيرت مركز الصقل لازم بقى تاخد بالك لانه المسائل اللي تحتوي على كتلة سالبة مسائل مهمة جدا يعني ايه يا استاذ كتلة سالبة يعني جسم تشال خالص من الشكل ومش هيرجع تاني لين تاني ولا يتعمل يبقى ده اسم كتلة ايه سالبة تعالى نشوف مسألة كمان بص كده معايا بقى الف به جيم دال صفيحة على شكل مستطيل فيه الف به بيساوي اتناشر سنتي الف بيها ايه اتناشر سنتي خلي بالك بقى لما ييجي يقولك ايه في المنتصف تبقى دي ستة ودي ستة به جيم بيساوي اربعة وعشرين برضو خلي بالك لما ييجي يقولك واو في المنتصف تبقى دي اتناشر ودي اتناشر هيه منتصف الف به هيها هيه واو منتصف به جيم قطع المسلس هيه به واو اتقطع خالص عين مركز ثقة للجزء المتبقي يبقى القضية ما بين المسل المستطيل والمسلس بس المسلس اللي تقطع ها هنعمله كتلة ايه سالبة ليه يا مستر نقول له ازلها ده تقطع ومش هيرجع طيب اول حاجة بنعملها ايه بنختار نقطة الاصل فاحنا اخترناها جيم نقول له هنا الاحداث السيلي هنا الاحداث الصادق رسمت جيم انا دلوقت القضية بين مين ومين بين المستطيل والمسلس المقطوع طب ما تيجي نجيب النسبة بين مساحتهم لان انا مش معايا كتل وانت مش معاك كتل يا استاذ اه انا مش معايا كتل يبقى النسبة ما بين المساحات كان نسبة بين الكتل يا استاذ اه حلوة اوي يبقى تصرفنا هو طب ولو كانت سلك برضو النزمة ما بين السلك المنتظم النزمة ما بين أطوال السلك المنتظم كالنزمة ما بين الكتل يا أستاذ يبقى ساعة لما يباش معاك كتل نعمل إيه نفتكر النظريتين دول النزمة ما بين المساحات كالنزمة ما بين الكتل والنزمة ما بين أطوال السلك المنتظم والمنتظم السمك والكسافة كالنزمة ما بين أطوالها كالنزمة ما بين الكتل وطبعا هقول كلمة مهمة وتؤثر في منتصفها تعالى بقى نجيب نيجي نقوله ايه مساحة المربع الى مساحة المسلس المربع انا اسف ده مستطيل معلش المستطيل ابعاده 24 في 12 المسلس ابعاده 12 في 6 يبقى نص في 12 في 6 نقوله نقسم ال 12 مع ال 12 وعى ال 6 في هال 1 عى ال 6 في هال 4 بالضرب في 2 يبقى ده 8 وده 1 يبقى معنا كده كتلة المستطيل بتساوي 8 كاف وكتلة المسلس بتساوي سالب كاف الله ليه يا استاذ سالب ليه نقوله اصل ده كتلة منزوعة متشالة مش هترجع تاني طيب ما تيجي نعمل بقى الايه الجدول نقوله تعالى نعمل الجدول هما كام خنة يا مستر نقوله اربعة خانة حددلك الاشكال اللي انت بتشتغل معاها وخانة حددلك الكتلهم وخانة جيبلك الاحداثيات بتاعتهم اهو عملية سهلة خالص الموضع نقوله المستطيل اللي انت قلت عليه والمسلس الكتل انا جاي بالكتل ده 8 كاف وده سالب كاف لما تيجي تجمعهم بقى يطلع 7 كاف يبقى كده الكتلة مقصد علشان كده بنسميها ليه بقى لانه فيه جزء شال خالص من الكتلة بنيجي بعد كده نقوله سين وصاب احداثي المستطيل حيمش 12 ويطلع في منتصف المسافة دي 6 يبقى نقوله هنا 12 وهنا كام 6 طب مركز ثقل المسلس نقوله لازم اجيب الرؤوس التلاتة ده رأسه كام ده 12 وصفر طب وده يا استاذ ده 24 وصفر طب وده يا استاذ نقوله ده مشي 24 وطلع 6 طب وبعد كده نعمل النقطة دي بتساوي السينات بتاعتها مجموع السينات على 3 يلا نجمعهم مع بعض 24 و24 يبقوا ايه 48 و12 يبقوا 60 على الثلاتة يبقى فيها العشرين طب والصلاة يا مستطيل بنقوله 0 و06 يبقوا 6 على الثلاتة يبقى فيها الاثنين كده احنا عملنا الجدول طب ما تجيب لي بقى سين ميم مصاب ميم نقوله سين ميم بتساوي هضرب الاحداثي الاثناشر في الثمانية كاف ناقص العشرين في الكاف على مجموع الكتل سبعة كاف طب والصاد ميم الصاد ميم هضرب الستة الستة في الايه التمانية كاف ناقص لاثنين في الكاف على مجموع الكتل سبعة كاف تحسب دي تطلع 76 على سبعة والكاف هتروح مع الكاف وتحسب دي تطلع 46 على سبعة ويبقى مركز السقل للجزء المتبقي عبارة عن 76 على السبعة و46 على السبعة يبقى مرة تانية كيفية التعامل مع الكتلة السالبة الكتلة السالبة بتعامل مع الجسم كله خلي بالك لما انتنا المسلس ما تعاملتش مع الجزء مع جسم كله قلتلك ده حتة بقت مستطيل وحتة بقت مربع والمسلس المتطبق عملناه مسلس متطبق لكن هنا بتعامل مع الجزء قبل ما يتقطع وبعد كده بتعامل مع الجزء المقطوع الجزء قبل ما يتقطع اللي هو المستطيل اجيب كتلته واجيب مركز السقل بتاعه والمسلس نفس الكلام اجيب كتلته واجيب مركز الثقل بتاعه وبعدين نعمل الجدول اللي أنا قلت لك علي ده قدامك الجدول مكون من أربع خنات الموضع يعني أنا أتعامل مع مين ومين مع المستطيل والمسلس اللي هو هيبقى كتلة سالبة والكتلة مع اللي هي 8 كاف وسالب كاف احنا جبناهم بالمساحات وبعد جدا جبنا إحداثي مركز الثقل المستطيل وإحداثي مركز الثقل المسلس اللي هو سين واحد زائد سين اتنين زائد سين تلاتة على تلاتة وصد واحد زائد صد اتنين زائد صد تلاتة على تلاتة واشتغلنا المسألة وجبنا مركز الثقل ببساطة وبالراحة وما تعقدش روحك تعال نشوف مسألة كمان كل المسائل اللي جاية دي كلها مسائل على الكتلة السالبة علشان نعارفين إنها بتبقى مسألة مهمة وبتي دايما في الامتحان والطالب بيتكابل فيها شوي تعال نشوف مسألة كمان نينا بيقول لي صفيحة رقيقة تشكل على ألف بهجيم دال فيه ألف به بتساوي تمانية سنتي وبهجيم بيساوي اتناشر سنتي تعال معايا هنا على الشكلة هو ألف به بكام بتمانية بهجيم بكام باتناشر يبقى زي ما دي اتناشر دي اتناشر زي ما دي تمانية دي تمانية ثم فصل منه المربع به نون طه فين دا يا أستاذ نقول له به نون طه الذي طول ضلعه أربعة سنتي يبقى حتة مربع كده أطعناه من المستطيل أطعي خالص كده ما انتناش يعني لا ما انتناش ثم علق الجزء الباقي تعليقا حرا من نقطة اسمها عين تنتمي إلى ألف دان أهي نقطة عينة بحيث كانت دا العين الحتة الصغيرة دي واحد وستة من عشر أنا هعلق من نقطة دي أول مرة ما نشوفش التعليق متعلق عند رؤوس الايه المسلسة لأ هو ممكن يعلق من أي نقطة وهو زبط للمسألة قال لي من نقطة سماعين فين عين دي عم الحج قال لي تبعد قال لي دا العين عندك بتسوي واحد وستة من عشر ملكش حجة ملكش حجة بقى يبقى انت هتحلل ايه المسألة طب يلا بقى يا سيدي الأول نعمل ايه نعمل مقارنة ما بين مساحة المستطيل ومساحة المربع مساحة المستطيل إلى مساحة المربع عبارة عن المستطيل أبعده ايه نقوله 12 في 8 المربع أبعده ايه يعني طول الضلع 4 يبقى 4 في 4 بعد الاختصار هتطلع النسبة 6 إلى 1 يعني معنى كده إن كتلة المستطيل 6 كاف وكتلة المربع كاف تعال بقى يا سيدي خلي بالك المربع ده كتلة سالبة تعال نعمل الجدول ادي الجدول اهو جدول مكون من كم خانة اربع خانات يا مستر بتوع ايه دول نقول له خانة للموضع نشوف البزئين اللي بيتصرعوا من ومين وخانة للكتلة انا بتصرع مع مين مع المستطيل والمربع اه ده الموضع طيب الكتل احنا خدناها من نسبة ستة الى واحد يبقى ده ستة كاف وده سالب كاف ليه يا مستر سالب ليه نقول له لان الكتلة دي تقطعت تماما من الجزء طيب وسين وساط فين يا عم بقى احداث مركز المستطيل نقول له ده هيمشي نص المسافة دي ويطلع نص المسافة دي يبقى هيمشي اربعة ويطلع ستة يبقى نيجي نقول له هنا اربعة وهنا ستة طيب والمربع خلي بالك بقى من المربع هيمشي الاربعة دول وهيمشي نص المسافة يبقى ستة وهيطلع نص المسافة هنا يبقى تنين يبقى الاحداث هنا هيبقى ستة واثنين بعد كده بقى نجيب له سين ميم بيساوي اربعة في ستة كاف ناقس ستة في كاف على مجموع الكتل خمسة كاف وصد ميم هتساوي ستة في ستة كاف ناقس اتنين في كاف على مجموع الكتل خمسة كاف دي طلعة كام بقى دي طلعة 3 و 6 من 10 طب ودي طلعة كام طلعة 6 و 8 من 10 خلصت المسألة على كده لا احنا بس كده جبنا ايه 3 و 6 من 10 و 6 و 8 من 10 ده مركز السقل تعال بقى لانه بيكلمني على حتة تانية هرسم رسمة تانية ليها خلي بالك مشي هو 3 و 6 من 10 اهم وطلع كام 6 و 8 من 10 دول 6 و 8 من 10 ودول 3 و 6 من 10 وهيعلق منين بقى هيعلق من حتة تبعد 1 و 6 من 10 يعني هيعلق هنا كده طب انا عايز زاوية ميل الف دال اللي هم ادي الف ودي دال على الرأسي فنيجي نقول له عشان تجيب الزاوية يبقى هتجيب الزاوية دي طب الحتة دي 3 و 6 من 10 مفيش فيها افصال اهو طب اما اللي الحتة دي بكام تقول له تعالى بقى طول دا كله كام طول الف دال بيساوي اه اتناشر يبقى نيجي نقول له الحتة دي لو سميناها عين ميم هيبقى عين ميم بتساوي اتناشر ناقص اه 6 و 8 من 10 اللي هي الحتة دي كمان زائد 1 و 6 من 10 هتطلع عين ميم بتساوي 3 و 6 من 10 اللي هي الحتة دي ونقول له يبقى ظاهه بتساوي المقابل على المجاور 3 و 6 من 10 على 3 و 6 من 10 فيها الواحد اذا قياس زاوية هي هتساوي 45 ايه درجة شايفين المسألة بقى قد ايه جميلة صفيحة رقيقة على شكل مستطيل فيه الف به بتمانية وبه جنب 12 فصل منه المربع به نون طه هي الذي طول دلعه اربعة لما فصل بدأنا نعمل اربع حاجات وربعة اول حاجة جبنا نقطة الف اللي هي نقطة ايه التلقي الاحداثين نقطة الاصل تاني حاجة بدأنا نجيب النسبة ما بين مساحة المستطيل ومساحة المربع طلعت 6 الى 1 قلنا له قلنا له بقى حلنا المسألة واتعشم ان احنا نكون عرضنا درس المركز الثقل بطريقة بسيطة ومبسطة تفهم منها ولو في حصة تاني ممكن نكمل بقية المسائل اللي احنا معانا اشكركم والى لقاء اخر في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته